اشتركوا في القناة وكان المحل يعرف اقبالا كبيرا لولع الناس بشراء الزريعة والحمص والفول السوداني وقد الف السكان في شارع الشفشوني ان يشاهدوا ببا عبدالخالق وهو يقلب الزريعة او الحمص على الموقد الذي نصبه في باب المحل وهو موقد لا تخبو ناره الا حين يغلق ببا عبدالخالق دكانه ليلا او ايام الجمعة في العام تسعة والفين اشترى المقاول علال الورغي تلك البناية السكنية وكان يريد هدم البناء القديم وتشهيد عمارة سكنية حديثة محله تتكون من عدة طوابق وان يجعل الطابق الارضي منها مركزا تجاريا لم يكن في الامر ما يثير الاستغراب او الاهتمام حتى فقد درج المقاولون العاملون في مجال العقار في فاس كما في مدن اخرى على شراء المباني القديمة وهدمها وتشهيد عمارات عصرية محلها في مثل هذه الحالات كان المقاول عادة ما يجري تسويات مع المكتارين للشقق السكنية او الذين يستغلون المحلات التجارية ولم يخرج عن تلك القاعدة المقاول علل الورغي وتسنى له الاتفاق مع كل سكان تلك البناية القديمة التي اشتراها في شارع الشفشوني كما توصل الى اتفاق مع بائع الكتب القديمة ومع جاره البقال ولم يبقى له الى الاتفاق مع مولز الرعا وقد تعذر التوصل الى اتفاق مع ابا عبدالخالق التواتي الذي كان يرى ان ما يعرضه المقاول الورغي لا يكفي لتعويضه عن الضرر الذي سيلحق به بسبب التخلي عن محله لم تنفع المقاول علل الورغي الدعوة القضائية التي اقامها على مولز الرعا ولم يجد تدخل السلطات المحلية لم يبقى امام صاحبنا المقاول سوى منفاذ وحيد ان ينتظر ثلاثة اعوام حتى يتمكن من افراغ بعض الخالق من المحل وبقوة القانون ولكن الانتظار لثلاث سنوات يعني تأجيل المشروع وخسارة مالية هامة وفي احسن الاحوال تفويتا لفرصة ربح افضل كان المقاول قد تمكن من افراغ العمارة من السكان كما افرغ المحلين التجاريين وقد نصحه احدهم بان يفتح احد المتجرين ويتخذه محلا لبيع الزريعة بما ينافس بعض الخالق ويدفعه الى الاستسلام والقبول بما يعرض عليه من تعويض كان بائع الزريعة الجديد يعرض بضاعته بثمن يقل عن الثمن الذي يبيع به بعض الخالق ومع ذلك فان زبناء صاحبنا العنيد ظلوا له اوفياء كثيرون من سكان الحي كبروا في ظل دكان بعض الخالق فشلت محاولة المقاول الورغي وشاع في فاس الجديد ان بعض الخالق ملزرعة قهر مقاولا مشهورا وذا ثراء اثناء كل تلك المراحل لم يغير بعض الخالق شيئا من عاداته ظل ينشد بصوته الشجي تلك الاغنيات التي جاء بها من اعماق تافلالت وظل موقده مشتاعلا وطبيعي ان لا يصر ذلك البتة صاحبنا المقاول كان للسيد علال الورغي تسعة اولاد وكان اكبرهم ويدعى فؤاد ينوب عن والده في كثير من المعاملات وكان متحمسا لفتح محل لبيع الزريعة ينافس حانوتب عبدالخالق ولذلك اعتبر فشل تلك الخطة فشلا شخصيا له وان له ان يرضى بالفشل وهو ابن الرجل الثري قرر فؤاد اللجوء الى وسيلة اخرى في محاولة لارغام بعض الخالق على افراغ المحل فقد اوكل الى احد ذوي السوابق ان يؤلف عصابة تهجم على دكان ملزرعة ما كان غائبا عن فؤاد ان شبانا كثيرين من الحي كانوا يتابعون عن كثب محنة بعض الخالق وقد قرروا ان يتضامنوا معه ولذلك لما هاجم افراد تلك العصابة محل بعض الخالق للمرة الاولى اضطروا الى التراجع لان اعدادا هامة من شبان الحي كانوا مجتمعين حول الحانوت لما عادوا خائبين الى فؤاد اسمعهم من الشتم الوانا واوحى الى زعيمهم بان عليه ان يخرب ذاك الدكان وينحي ملزرعة من طريق المشروع العقاري لوالده في الوقت نفسه وعد فؤاد اعضاء تلك العصابة بمبلغ مالي سال له لعابهم بالنسبة لشبان الحي فان محاولة الهجوم الاولى على حانوت بعض الخالق كانت انذارا ولذلك انتظموا يتناوبون على الحضور بضعة ايام بعد ذلك جاء احدهم يتظاهر بشراء الزريعة وضع حبة اولى في فمه ثم بسقها قال لبعض الخالق انها مفرطة الملوحة بدى ان الشاب انما كان يريد افتعال مشاجرة ولذلك تدخل احد شبان الحي ليؤكد له ان البعض الخالق ليس حديث عهد بالحرفة وبينما كان الشاب يحاول الاقناع وصل الى المكان ستة او سبعة شبان لم يكون من سكان الحي كانوا يحملون هراوات وبدون مقدمات هاجموا المحل عاثوا فيه فسادا انقلب الموقد واشتعلت النيران في زاوية قريبة كان يقف شاب من ابناء الحي وبيده هاتفه المحمول كان يصور الهجوم بينما كان شبان اخرون يصدون المهاجمين ويحاولون اخمادا نيران خرج ابا عبدالخالق من محله وحاول الفرار رمق الشاب الذي كان يصور بهاتفه المحمول وجود فؤاد ابن المقاول علل الورغي ركز عليه كاميرا هاتفه كان في تلك اللحظات يأمر احد افراد العصابة باللحاق ببا عبدالخالق والقضاء عليه جرى الشاب وراء ملزرع وادركه قبل ان يدخل زنقة متفرعة عن شارع الشفشوني كان بيده سكين طعن ببا عبدالخالق في الظهر وسط الضوضاء الذي كان يعم المكان لم تسمع صرخة ببا عبدالخالق ولكنه شوهد وهو يهوي على الارض كان الشاب ممسكا بهاتفه النقال يصور في لمح البصار اختفى المهاجمون جاء ثلاثة او اربعة شبان مسرعين نحو ببا عبدالخالق كان مغمن عليه ولكنه كان على قيد الحياة في ظهره بقعة دم كبيرة خضبت ملابسه احضر احدهم سيارة تعاونوا على حمل ببا عبدالخالق ووضعه في السيارة ثم انطلقوا مسرعين الى مستشفى ظهر المهرز ادخل الى قسم العناية المركزة في تلك الاثناء حضر الى مكان الاعتداء عمد الشرطة شفيق الرتبي رئيس الدائرة الثانية للامن الوطني وجد ما لا يقل عن عشرة اشخاص ابدوا الاستعداد للادلاء بشهاداتهم حول الذي جرى كانوا يجمعون على ان ما تعرض له ببا عبدالخالق ملزرعة انما هو من عمل المقاول علال الورغي وولده فؤاد كان الشبان المتحلقون حول العميد الرتبي يؤكدون انهم عازمون على الاعتصام في باب ولاية الامن اذا لم تتخذ الاجراءات الضرورية ولم يتم القبض على المعتدين وعلى رأسهم فؤاد الورغي وتقديمهم الى العدالة كان الجو شديد التوتر ذاك المساء في شارع الشفشوني توارى عن الانظار ذلك الشاب الذي صور كل الوقائع بهاتفه المحمول اسمه عصام المدروك وكان طالبا في السنة الاولى اقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بعد ان نقل الضحية الى المستشفى عاد عصام الى البيت قام بتحميل الصور الى حاسوبه الشخصي ثم من باب الاحتياط الى حاسوب اخر في المنزل تأكد من جودة الصور ثم شرع في كتابة مختصر عن الوقائع وبعث به عبر البريد الالكتروني الى احدى القنوات التليفزيونية عرفت لبثها مثل تلك التسجيلات المصورة كانت الاصابة التي تعرض لها بعض الخالق ملزرعة بليغة اصابت احدى كليتيه وتسببت في نزيف داخلي حاد حاول الاطباء جاهدين انقاذه ولكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح فجر ذلك الخامس من يناير من العام احد عشر والفين اسلم ببا عبدالخالق الروح في قسم الانعاش بمستشفى ظهر المهرز مع ساعات النهار الاولى كان الخبر قد انتشر في فاس جديد كما تنتشر النار في الهاشيم مات ببا عبدالخالق ملزرع في مقر الدائرة الثانية للامن الوطني كانت الشهادات التي استمع اليها العميد الرتبي تفتقد الى كثير من التفاصيل ولم يتمكن اي من الشهود من الادلاء بما يتيح اعتقال الجناة وبدال العميد وكأن دافع الناس الاوحد هو الانتقام من المقاول على الورغ ذلك ان كل الشهادات تضمنت احالة على المقاول الورغ لانه سعى بكل الوسائل الى افراغ ببا عبدالخالق من المحل الذي يستغله لكسب قوته منذ عدة عقود كان التحقيق في ظل غياب ما يمكن الاعتماد عليها ينضي بوطيرة تنزع الى البطء ولكن الذي حدث بعد يومين من مقتل ملزرعة سيغير مجرى الامور وسيكسب التحريات ايقاعا سريعا عصر السابع من يناير شيع سكان الحي باعداد غفيرة جثمان ببا عبدالخالق تواتي ملزرعة الى مثواه الاخير مساء ذلك اليوم تحت عنوان شاهد على جريمة قتل بثت احدى القنوات التليفزيونية تسجيل المصور الذي تلقته من عصام المدروك احدث بث ذلك التسجيل وقع الصدمة في الدوائر الامنية كان الشريط يظهر بوضوح المهاجمين اثناء اقتحامهم محل با عبدالخالق وتكسير ما به وإحراقه وفي لقطة تلخص مأساة ملزرعة يظهر فؤاد ابن المقاوي العلال الورغي وهو يحرد احد افراد العصابة على تصفية با عبدالخالق يستمر التصوير يجري الرجل وراء با عبدالخالق يدركه قبل ان يدخل الزنقة المتفرعة عن الشارع ثم يطعنه في الظهر يسقط ملزرعة سريعا ويتوقف التسجيل تم اعتقال علال الورغي وولده فؤاد وسيق امام الوكيل العام للملك حيث واجه تهم تكوين عصابة اجرامية والقتل العمد مع سبق الاسرار والترصد والمشاركة فيه كانت الحجج دامغة ولم ينفع المقاول الثري ولا ولده ما لهما ولا علاقاتهما وبعد ساعات تم القبض على افراد العصابة ظهر ذلك اليوم تقدم امام العميد شفيق الرتبي شاب قدم نفسه انه عصام المدروك قال انه الذي صور الجريمة كاملة وبعث بالتسجيل الى تلك القناة التلفزيونية قال انه يريد ان يدلي بشهادته من حقيبته اخرج عصام قرصا مدمجا قال للعميد هذا هو التسجيل الاصلي والكامل للجريمة اشتركوا في القناة